عمر دياب ينضم إلى نتفلكس عبر عمل درامي خبر تنقلته وسائل الإعلام العربي وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي معي من القاهرة ضيفي طارق الشناوي الناقد السينمائي للحديث عن عودة عمر دياب درامياً مرحباً فيك طارق الشناوي أهلاً لنا أهلاً بك إذن طارق الخبر كان حديث الأسبوع إذا صح التعبير عمر دياب يعود الآن إلى السينما أو التليفزيون حتى الآن ما في عنا فكرة واضحة ولكن ترى بالنسبة لك ما جدوى عودة عمر دياب بعد تحقيقه هذه النجاحات الموسيقية والغنائية ما جدوى وجوده في السينما أو حتى الدراما اليوم طيب وهذا اللي بيخليه حريص على أنه نتفلكس طبعاً منصة شهيرة وقوية وحتدي له مساحات بالعديد من اللغات فهو حريص على ده حريص على أن يترك أيضاً رصيد درامي غنائي استعراضي لأنه هو الجانب ده عند عمر لم يستطع أن يحقق من خلاله الحقيقة شيء مهم بسنع أغاني الفيديو كليب اللي هو واحد من أهم من قدموها لكن الجزء المرئي عند عمر دياب في الناحية الدرامية قليل جداً فأعتقد أنه المرة دي مع وجود عرض قوي ومنصة قوية ومشروع واضح من بداياته أنه بيعتمد على محاولة جذب الجمهور على مستوى العالم العربي كله أنه ده يخليه أكثر إرادة وأكثر حرصاً على أن يستكمل المشروع لأنه كلنا عارفين أنها ليست المرة الأولى اللي عمر يعلن فيها نيته أو استعداده أنه يقدم عمل درامي سواء كان مسلسل أو فيلم بس أنا أعتقد أنه إذا ننقيس على تجربته السابقة دائماً التجارة بالسابقة كانت أكثر السزاجة من اليوم يعني اليوم لحتى يرجع عمر دياب للسينما أو للدراما يعني يجب أن يكون ممثل محترف ما لازم تكون التجربة كتير كتير بسيطة أو عادية يعني أكيدنا نكون إحنا كتير السقف توقعاتنا كتير عالي ولا لا أنا أتصور أنه درهان اللي عند المخرج وهو غالباً حيبقى طرق العريان لأنه فيه بينهم نوع من الكيميائية أنه إزاي يتم توظيف عمر دياب بحالة درامية استعراضية يعني الأداء الدرامي مش هيبقى هو البطل لا حالة الإبهار السورة المؤسرات الموسيقى يعني هو ده التوجه لكن أنه عمر دياب يعمل أفلام تفكرنا بأيام فريد الأطرش وعبد الحليم حانفز وعبد الوهاب وأم كلسوم وليلة مراد وفيروز وكل العمالقة دول لا أعتقد لا عليه أنه سيروح في سكة تانية مؤكدة ما بعتقد طارق أنه نحن فينا نربط التجربة القديمة باليوم ما تنسى أنه نحن كل الأغاني اللي كنا نسمعها بالأفلام القديمة هي أغنيات كلاسيكية عمر دياب يعني يقدم موسيقى البوب فبعتقد أنه حتى شكل الأفلام اللي بده يقدمه اليوم تشبه الموسيقى اللي هو بيقدمه ده صحيح فهو هيقدم شيء عصري جدا وفيه ملامحه وحيبقى يعني الحالة بتاعته هي أشبه بالكلبات اللي ترح حتى مؤخرا وحينزلها في السينما يعني هيبقى الأمر متعلق بالصورة أكتر ما هو متعلق بالأداء الدرامي وأنه حيوصل للناس إحساس بالبهجة وهو ده الرهان يعني هو راح حيروح في سكة مغايرة لما تعودنا عليه مع المطربين لأن لو سنلاحظ أساسا الفيلم الغنائي بدأ ينحسر أو انحصر مش بدأ انحصر ومعتش هناك مطرب زي زمان بيعمل أو مطربة بتعمل أفلام غنائية عموما طارق أنا بعتقد أنه محمد فؤاد هو أفضل من قدم أفلام موسيقية في المرحلة السابقة ولكن اليوم ليكون عمر دياب موجود في فيلم سينمائي أو حتى تجربة درامية بعتقد لازم نرفع السقف خاصة أنه نتفلكس أصلا رفعت السقف كتير لفوق قياسا بالأعمال العربية اللي عم تتقدم على المحطات العادية هي هترفع السقف من خلال الميزانية الضخمة لكن الجزء الأهم هو الخيال يعني حيبقى فيه اعتماد على ماذا نقدم طالما فيه جهة ستنفق لأن العمل الصرادي مكلف جدا فبالتالي حيبقى الرهان مازن وقدم مش ممكن يبقى في وجود فيديو كليب ناجح أنه يبقى فيه فيلم أقل في الجذب من الفيديو كليب عمر بطبعه متأني يعني مثلا المطربين اللي بيمثلوا حاليا حيبقى مثلا تامر حسني مثلا أو غيره حيبقى اعتمادهم على بيعمل عمل درامي ده الحقيقة لا أتصور أنه هو توجه عمر ديام مش حيبقى عنده العمل الدرامي بالمعنى المباشر التقليدي لا حيبقى عنده الإبهار والاستعراض والحالة غير كده ما اعتقدش أنه ممكن يدخل ويقدم عمل على نتفلكس حتى طارق العريان يعني كمان أيضا هو كل أفلامه بتعمل تريند يعني طارق بيعمل فيلم بيصير بنعمل أفلام على أساسه هو دائما بيعمل ثورة على صعيد السينما في مصر هل بتعتقد أنه إذا كان فعلا هو مخرج عمل عمر دياب هل يعني رح يحطه لعمر دياب على السكة الصح برغم أنه الخبر الحقيقة المنشور لم يشر بشكل مباشر إلى طارق العريان لكن أنا بعتقد ده بينهم كيميائية هو أكتر مخرج تعامل طوال تاريخ طارق العريان وعمر هما الاتنين بينهم نعمل كيميائية بتباني على الشاشة وليهم رصيد من النجاح وطارق فعلا زي ما انت قلتي بيراهن على الخروج من أي قاعدة أصبحت مستقرة والخروج بعيدا عن الصندوق وده الحلم المشترك اللي يكون بين المخرج وبين النجم لأنه عمر دايما هيبقى بيبص على نجاحه كمطرب وطبعا نحقق نجاح السسنائي في العالم العربي فيريد إذا لم يحقق نفس القدر من النجاح أنه هو يعلو بالنجاح طارق الشدناوي شكرا لوجودك بسكاي نيوز عربية دائما رأيك يعني مهم لأن شكرا كتير لوجودك شكرا جزيلا لنا كل جزيلا شكرا شكرا للمشاهدة